الرضاعة لا تؤدي إلى تهدل الثادية ثابتة علمية من خلال الأبحاث الطبية في إحدى الهيئات العالمية أن رفض كثير من الزوجات فكرة الإرضاء من ثديهن على أساس أن الرضاعة تؤدي إلى حدوث التهدل في الثادية هو اعتقاد قاطئ فالعكس هو الصحيح حيث إن عدم الإرضاء هو الذي يؤذي صدر الأم بل وقد يؤدي إلى تهدل الثادية كما تشير البحوث العلمية إلى أن الأم التي أرضع طفلها يتحسن جسمها إذ أن المبيضين يفرزان أثناء الرضاعة مادة تقوّل جسم وتجمل شكله نضاف إلى ذلك أن لبن الأم يفوق لبن الحيوان في خواصه الغذائية للطفل كما سبق أن أشرنا في موضع آخر فضلا أن اللبن الحيواني تتكاثر فيه المايكروبات بسرعة وصدق الله تعالى حين يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتئم الرضاعة الآية 233 سورة البقرة ومن ذلك أطلح أن الله تعالى لم يخلق أثديين للأنثى عبثا بل خلقهما لترضع منهما أطفالها فإذا رفض الطفل أثديها أو أحست هي بقلة لبنها فعليها أن تستشير الطبيب المختص ليعرف سبب ذلك ليرجع الطفل إلى غذائه الطبيعي ترجمة نانسي قنقر